نتمنى من المشاهد الكريم أنه رح تكون هناك تسلسل في هذه التنبؤات رح نبدأ بالعالم خلني شوف شوية توقعات حركة الحيوانات بشكل دائري مشابه لحركة أقرب الساعة والطوفان حول الكعبة دلالة على انعدام عامل الزمن والتحول إلى عالم الطاقة من جانب والتذكير بالرجوع إلى الله من جانب آخر وهي إشارة لبداية نهاية الزمان ظهور مخلص بأكثر من مكان وأكثر من مناسبة مشاهد غريبة ومثيرة وزومبي في الشوارع حادثة تهز العالم من قلب إستراليا مقتل قاءة كبير في الشرق الأوسط شتاء أوروبي قاسي يعيد الربيع العربي إلى الأذهان التظاهرات في إيران تتسع لتأخذ منحة وشكل آخر تكنولوجيا المعلومات الفايف جي وتقنية العالم الافتراضي تدخل جميع مفاصل الحياة الطائرات المسيرة حديث الإعلام وباء سريع الانتشار يغزو العالم وينتقل بالجو دقيقة هنا نخليني شوي الوباء السريع غير كورونا أبقى شيء جديد؟ لا لا غير كورونا كورونا بالمناسبة أهم عندي توقع الأهم راح تكون عندنا كورونا يعني أكو احتمال وباء جديد؟ نعم وباء جديد الدبلوماسية تنجح في أماكن وتخفق في أماكن أخرى حدث إعلامي كبير في إيطاليا والأنظار نحو بورج بيزا بعض الشعوب ستشهد عودة الاستعمار المباشر الإعلام يسلط الضوء على آيا صوفيا في حدث انصهار الجماد مع الإنسان وحادثة تشارنوبل إلى الأذهان فلويد جديد وأعمال ذا طابع عنصري في أمريكا إيران تصدر قانون يسمح للمقيم الأجنبي بتملك غقار مشاهد تذرف الدموع على الحيوان وتفرح لموت الإنسان تظاهرات تطالب بالخروج من الاتحاد الأوروبي السرقات والسطو وتحطيم المحلات تزداد في القهر العجوز وسنشهد أسماء لرموز وأشكال غريبة الطوارئ من قلب باريس زلزال بدرجة ثمانية رختر ومدينة تحت الأنقاض امرأة تمسك زمام المبادرة في فرنسا عائشة القذافي ورغة صدام حسين في مشهد واحد ظهور حركة طرفية عنصرية تتخذ من الصليب رمزا لها الصين خالية من مقعد الرئيس الخسار تلو الخسائر والروس يلجأون إلى المفاوضات بعد الخسار في حصد كأس المونديال إقالة ديشامب وزيدان يقود المنتخب الفرنسي مشهد اغتيال السادات يتكرر رومانيا تدخل ضمن الشنغن الأوروبي ولادة غريبة لكائن آليانز من رحم بشري جنازة جماهيرية تخلف دماء في شوارع طهران رئيس أمريكي يختفي عن الأنظار شرائح بيل جيتس بمتناول الإعلام خبر صادم يخص البابا فرانسيس أيام تعيدنا إلى الشمعة والفانوس هذه ما الأيام تعيدنا إلى الشمعة والفانوس بالـ 23 يمتد قد التوقع أبعد والسبب عسكري والسبب الاقتصادي الظروف اقتصادية طبعا هذا هو توقع عام يعني يشمل العالم بشكل عام والعراق أيضا جزء من عنده لكنه بشكل عام للعالم ممكن أن أركز هنا على أوروبا أكثر شيء وعلى أمريكا نعم انقطاع التيار الكهربائي الحالة الاقتصادية الصعبة عليك أن تقتصد بالطاقة وما إلى ذلك يأخذ وقت له سريع؟ لا يأخذ وقت يأخذ وقت وقت معلين تلوث في دولة أوروبية بسبب إشعاعات نووية العالم يهتز لحدث كوني عظيم ماكرون يختفي عن الأنظار والصورة الضبابية كورونا إلى الواجهة العالمية من جديد القارة العجوز تضيق الخناق على المهاجرين وبداية الهجرة عكسية الإرهاب يضرب مدن أوروبية يتبعها تجديدات أمنية الخطر يهدد الجالية العربية في أوروبا كمالة هاريس تستخدم كورسر رئاسة الدولار يتجاوز حاجز أربع مليون تومان في إيران الطيران الحرب الإيراني يحلق في الخليج العربي تسونامي أندونيسيا يتكرر لكن هذه المرة أكثر قوة وأكثر ضحايا مضيق هرمز يتصدر الصحف وسائل الإعلام هذه كمتفرقات عالمية عدنا شيء بعد بالمتفرقات لا متفرقات أكتفي بس بهذا القدر طبعا نحن بالنهاية نؤكد أنه هي توقعات وأكيد أستاذ سينما هي توقعات ممكن تصيب ممكن تخيب بس إحنا ما رح نتبنى كقناة وكتبني شخصي لما تقول من ذكر أسماء مؤسسات دول هذا أنت اللي تشوفه أنت دعما ما تتبنون نعم إذن طيب رح نأخذ فاصل قصير حتى نرجع إلى مجموعة أخرى من التنبؤات لي عام ألفين وكتبني أطلع ترجمة نانسي قنقر موسيقى